اشتركوا في القناة اشتركوا في الموعيد وكونوا رجالا وشوفوا الجمهورة يساندهم وعرفوا اننا عندنا جمهور ويدادي كحب فريق ويطرشلوا ويجبونا نتيجة ان شاء الله ويجبنا الكوب ونتيجة واحد واحد كتبقى نتيجة كما كعرف في الجامع انها مخيبة شوية ولكن الحمدولي على اي حال احسن من الهزيمة وان شاء الله في مباراة الاياب يكون ان شاء الله الخير المقابلة النهائية كان طابع عليها الجانب التاكسيك يكثر من الجانب الفني وهذه هم المباراة اللي تتلعبون بالفرق ديالشمال افريقيا كانت مقابلة كانت طابع عليها الجانب التاكسيكي كتر من الجانب الفني لاحظنا الارتيجالية ديال الحاكم فاكثر من مرة في اتخاذ القرارات كنظرنا هذا شوط اول سالة في المغرب ان شاء الله باقي الشوط التاني وعدنا كامل حضود باش ندافع الحضود ديال نتيجة الواحد ما خيباش قدر الله ما شاء فعل مازال المباراة ديالاياب تسعين دقيقة في تونس وعدنا تتقيقه كاملة في العناصير ديالفاريق الوايداد ان شاء الله باش نجلبوا اللقاء من الضيار تونسية بحول الله نتيجة مخيبة لاننا وضعنا في بيوتها الفارة هذا اللي ضلمنا في حقيقة والمهم مقابلة شغان قولك هو النقاش اخسي كنخسي خرج برمير ميطة الارباتة كنخسي خرج النقاش عنده صفراء النقاش كيلعب صحيح او ضيعنا في لعب الاربات ضيعنا في بيلانتي تحكيم ما بنشل نحن في الملعب مقدر وفي تلفازة تكون حاجة اخرى ولكن كيف منعب ان تحكيم ناقص بزيف وبون كوراج في الروتور ان شاء الله